خلينا نبتدي برقم 6 اللي هو إنجيل يوحنى لصاح السادس لما تذكرت عن المن في العهد القديم طبعا كان في صراع كبير بين اليهود وبين المسيح لكن المسيح قال هذه العبارة بعد مصنع معجزة كبيرة أشبع الآلاف من خمسة أرغفة وسمكتين حقيقة وبعدين لما راح على مجمع كفر نحوم علم وقال أنا هو خبز الحياة تاني يوم كان عمل معجزة إجباع الجموع بخمس خبزات وسمكتين أجبع خمسة ألاف من الشخص خمسة ألاف الرجل مع عد النساء والأطفال فاجم تاني يوم أنتوا عايزين إيه؟ قالوا عايزين خبز عايزين سمك قال لهم في خبز تاني أهم من الخبز الأرضي يحنى 6 آية 35 أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبداً وهنا بشوف المسيح له المجد هو المصدر الوحيد للشبع والإكتفاء أكيد وطبعاً لما الرب يسوع يعني هو رداً على اليهود مقارنة بالمن في العهد القديم فقال لهم أبي الذي يعطيكم المن بعدين يتكلم عن الخبز النازل من السماء وواهب حياة للعالم وقال لهم أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا أكلوا الشيء الرمزي وماتوا لكن أنا هو خبز الله النازل من السماء الواهب حياة للعالم الناس في العالم كثيراً بيبحثوا عن الشبع بيبحثوا عن الاكتفاء وقال الحكيم سليمان العين لا تشبع لا تشبع من النظر الأذن لا تمتلئ من السماء كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بما الآن قلب الإنسان لو كل أنهار الدنيا صبت داخله استحالة يشعر بشبع واستحالة يشعر باكتفاء ترجمة نانسي قنقر